في سعيه الدؤوب الى استعادة علاقاته الدبلوماسية والاقتصادية وغيرها مع محيطه الاقليمي العراق يحاول جاهدا كسر العزلة التي يعيشها منذ نحو جيل كامل واستعادة علاقاته مع جيرانه من منطلق الاحترام المتبادل للسيادة وعدم التدخل في شؤون الاخرين ومحاولة الخروج من تحت عباءة ايران التي استغلته خلال السنوات السبع عشر الماضية بصورة مباشرة او غير مباشرة عبر وكلائها في الداخل العراقي سعيا منها لابقائه تحت سطوتها وبما يتيح لها الاستفادة من ثرواته وخيراته ومصادرة قراره ومنعه من العودة الى حضنه العربي وحرمانه من لعب دوره العالمي كدولة مستقلة ذات سيادة ولفت للانتباه ان كل محاولات العراق التي سعى من خلالها لعلاقات متوازنة مع محيطه الاقليمي وخاصة مع دول الجوار قوبلت بردود فعل ايرانية افشلتها بطريقة او باخرى حتى اصبح القرار العراقي في فترات سابقة مرهونا برضى طهران او عدم رضاها وما ان وصل مصطفى الكاظم الى رئاسة الحكومة العراقية السابعة حتى بدأ برسم دقيق لخريطة العلاقات التي ينبغي ان تقوم بين العراق ودول جواره من ناحية وعلاقاته الاقليمية والدولية من ناحية ثانية وهي خطوة ادرك العالم من خلالها ان العراق بدأ فعلا باستعادة سيادته المنتهكة وان بصورة غير مكتملة لا شك انها ستكتمل بحسب مراقبين فالسياسة الكاظمي هذه وخطواته الجريئة وسعيه الحثيث لاعادة العراق الى المكانة التي يستحقها عربيا واقليميا ودوليا لاقت اشهادات داخلية وعربية وعالمية وحصلت على دعم لم يسبق له مثيل ولم يسبق ان حصلت عليه حكومة عراقية سابقة وما استراتيجية التعاون بين العراق وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي ودول عربية اخرى من بينها الاردن فضلا على دول اوروبية وعالمية عديدة الا خير دليل على نجاح الكاظمي فيما فشل فيه من سبقوه